السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب وطلابات الدبلومات الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات قسم الصناعات الخشبية لما نتكلم على قسم الصناعات الخشبية بنقدم قسم نجارة الأساس الحفر الخرط التطعيم دي كلها من أقسام الصناعات الخشبية النهاردة نتكلم على مادة عامة نتكلم على التخصصات اللي احنا قلناها دي اللي هي قسم نجارة وحفر وخرط وتطعيم مادة الزخارف التخصصية مادة الزخارف التخصصية جماعة بتخدم جميع التخصصات الصناعات الخشبية طيب بتخدمها من ناحية ايه؟ بتخدمها من ناحية القصص والجماليات وتاريخ الفن القديم بمعنى ان احنا في قسم نجارة الأساس وقسم الحفر وقسم التطعيم بندرس الطرز القديمة بجميع أنواعها ابتداء من الطراز الفرعوني والإسلامي وبعد كده هندخل على عصر النهضة الأوروبي ونخش على الطرز الإنجليزية بجميع أنواعها والطرز الفرنسية طيب يا مستر احنا هنستفاد ايه؟ من مادة الزخارف التخصصية مادة الزخارف التخصصية احنا لما بنتكلم على الطراز الفرعوني بنتكلم على الأساس ونشقة الأساس وتكوين الأساس والجماليات اللي احنا بنقدر نستفاد بيها في التخصص بتاعنا طيب تعالوا نتكلم ونقول طب احنا نستفاد ايه؟ طبعا لما بنتكلم على الأساس سواء أسرة أو مناضد أو دواليب أو الكلام ده كله بنعرف قد ايه الناس دي تابتقرت الأساس وقدرنا ان احنا نستفاد من الابتقار بتاعهم وبنتطوره وبنستمر في المسيرة بتاع قطع الأساس لما نجي نتكلم عن النهاردة على الطراز الفرعوني هنعرف ان للوقت الحاضر احنا بنستفاد من التركيب الصناعية اللي هم ابتقروها اللي هم كانوا بيستخدموها في الأساس عندهم طيب زي ايه يا مستر؟ زي النقر واللسان والدسرة والقعوب الغنفرية الحاجات ديت احنا بنستخدمها في الأساس ودي أساس الأساس يعني يا أساس الأساس؟ يعني التركيب الصناعية ديت عشان أعمل دولاب أو أعمل سرير أو أعمل أي حاجة من قطع الأساس لازم أخش في الأساسيات بتاعتها اللي هي التركيب الصناعية بتاعتها طيب الكلام دوت هنستفاد منه في الناحية العملية والناحية الجمالية طيب من ناحية الجمالية من ناحية ايه؟ طبعا كل بيئة وكل عصر وليه متطلباته أيام العصر الفرعوني أو الإسلامي أو الطرز الإنجليزية بدأوا يبتكروا وبدأوا يدخلوا الجزء بتاع الفنيات بتاع الحفرة على الخشب أو التطعيم بالمواد الخام وبدأنا أن احنا نستخدمها مع العصر الحضر طيب الطراز الفرعوني هنتكلم فيه على مؤثرات هنتكلم فيه على قطع الأساس هنتكلم فيه عن الألوان هنتكلم فيه عن الأخشاب المستعملة كل ما يخص أو يخدم التخصص بتاعنا بتاع الصناعات الخشبية طبعا هنتكلم على شغل الحفرة على الخشب وشغل الخرط إزاي الناس دي بدأت تبتكر الخرط وشغل القيمة اللي هو بنقول عليه شغل الحفرة على الخشب بدأت تستخدم التطعيم بجميع أنواعه زي النحاس ورقائق الزهب الكلام ده كله هنتعرف من خلال درس النهاردة إن شاء الله بعد ما نخلص درس الطراز الفرعوني هنخش على الأسئلة بس في طراز تاني اللي هو الطراز الإسلامي عن طريق سين وجيم ونعرف الأسئلة اللي بتيجي على الطراز الإسلامي هي هي اللي هتطبق على الطراز الفرعوني تعالى نبدأ ونقول أول حاجة في الطراز الفرعوني أول حاجة جماعة المؤثرات التي تأثر بها الفن المصر القديم اللي هو الطراز الفرعوني في مؤثرات أثرت بالطراز صبعا لازم نتكلم عليها ونعرف هو تأثر بإيه عشان يطلع الفن الجميل اللي هو حضارة السبع تلاف سنة بتاعتنا أول حاجة فنون العصر البدائي اللي هو الإنسان البدائي الفنون اللي هي عصر بنقول عليه عصر النار تمام؟ الحجر والنار طبعا العصر دو بدأ يتأثر بإطراز الفرعوني في أنه هو بدأ يشكل حضارة ليه من خلال الفن البدائي طيب الموقع الجغرافي والبيئة الطبيعية وما تحويه من مصادر الإلهام الموقع الجغرافي طبعا إحنا بنتكلم على موقع مصر والبيئة الطبيعية وما تحويه من مصادر الإلهام المصادر الإلهام ديت زي الشمس وزي الأنهار وزي الطربة وزي الجو والبيئة المحيطة اللي هي موجودة فيها التراث نفسه طيب تعالوا نتكلم على المعتقدات الدينية بخلود الروح والاهتمام بالمقابر وتأسيسها وتجميلها طبعا المعتقدات الدينية دي بنلاقيها في المعابد اللي هي موجودة بشكل كبير جدا عندنا في المعابد زي معبد أبو سيمبل أو الدير البحري الكلام ده كله موجود في أرض الواقع وبنقدر ان احنا نشوف ان قد ايه المصر القديم ابتقر وبدأ ان هو يشد يد في المقابر ويجملها لدرجة ان الألوان لغاية دلوقتي احنا بنحاول ان احنا نوصل للتراكيب ان الألوان تفضل سبع تلاف سنة بزهوتها وبنقدر ان احنا نستفاد بيها بشكل كبير جدا طيب تعالى الاهتمام بالجانب الديني في تشهيد المعابد وتجميلها بالموضوعات الدينية طبعا هنلاقي الكلام ده وتعالى الجدران بتاعة المعابد الموضوعات الدينية سواء رسومات أو كتابة باللغة الهيلوغروفية طيب تعالى نتكلم على حاجة تبجيل الالهة والملوك ورجال الدين طبعا ضيت التلات الرؤوس المثلث السلاسة اللي هو بيعتمد عليهم التراس المصري القديم اللي هي عنده الالهة والمعتقدات والملوك اللي هم حاكمين البلد في الوقت دوت ورجال الدين اللي هم الكهنة طبعا ده كان عندهم أثر كبير وأثرت عليهم بشكل كبير جدا طيب تعالى نتكلم على الصناعات الخشبية ودية اللي هي تهمنا يا جماعة في قسم الصناعات الخشبية أول حاجة يتضح الطابع المميز للطراز المصري القديم في الأعمال الحرفية والصناعات الفنية وخاصة الخشبية فاتقروا أنواع من المقاعد والأسرة والمناضد والصناديق المختلفة طبعا الكلام دوت هو دوت اللي يخص الصناعات الخشبية بشكل كبير جدا وبنقدر من خلاله أن احنا نعرف الناس دي كان بتعمل المقاعد بتاعتها ازاي بتقدر تشكل الأسرة طبعا على حسب البيئة والوقت اللي هم موجودين فيه بدأوا يشكلوا وياخدوا من الطبيعة وهنعرف الكلام ده من خلال درس النهاردة طب تعالوا نتكلم على أول حاجة في الصناعات الخشبية ونقول أول حاجة عندنا الأساس طب أول حاجة في الأساس ايه؟ هنتكلم على الصناديق الصناديق دي اللي بنقول عليها الدولي في الوقت الحاضر طيب كان الأساس الرئيسي لتعدد استخدامه كحفظ الملابس اللي هو الدولاب في الوقت الحاضر وأدوات الزينة والمجوهرات والحلي والمهام الشخصية طبعا الصندوق بالنسبة لهم كدولاب أو علبة صغيرة للمجوهرات أو حفظ الزينة والحلي والمهام الشخصية طبعا بأحجام مختلفة وصنعت من الخشب ومحمولة على قوائم أو أرجل أو بدون طبعا كانت الأرجل فيه موجود أرجل هنشوف الكلام ده من خلال الرسمة بتاعنا برضو طبعا عندنا قوائم وفيه من غير الرجل خالص الصندوق منه للأرض على طول طيب والصندوق اشتقت منها التوابيط ماشي؟ التي زينت بعضها بالذهب طبعا التوابيط دي بنلاقيها في الطراز الفرعوني بشكل كبير جدا وطبعا زينت بعضها بالذهب دوت للملوك ورجال الدين أما عامة الشعب فكانت التطعيم بشكل مختلف وهنعرفه من خلال الدرس النهاردة وفيه تطعيم بالعاج وخشب الأبانوس وده ليه خشب الأبانوس أو العاج أثر علينا بشكل كبير جدا في الوقت الحاضر بنستخدمه فيه التطعيم في الوقت الحاضر طبعا الحتة اللي تهمنا قوي بقى اللي احنا كنا بنقول أساس الأساس وهي استعملت التعاشيق فيه تجميع أجزاء قطع الأساس مثل إيه النقر واللسان والغنفاري القعوب الغنفارية بجميع أنواعها والدسرة اللي هي بنقول عليها لحمات الدسرة في الوقت الحاضر طبعا دي مهمة جدا إن احنا نعرف قد إيه الناس دي كانت جميلة قد إيه الناس دي ابتقرت أسس نقدر نستخدمها في شغل الأساس أو نجارة الأساس أو في الصناعات الخشبية بشكل كبير جدا طبعا هنتكلم بعد كده على أشكال السنديق تعال نبص دوة نحمول على أرجل طبعا هنبص هنا فيه الصندوق عندنا هنا فيه النقش بشكل جميل جدا أو التطعيم بشكل جميل جدا على القوائم وعلى المرة وعلى شكل الغطاء بتاع الصندوق بنشوفه بشكل ملحوظ طب تعال نشوف الشغل اللي احنا هنرسمه فيه الامتحان أو نتضرب عليه ده شكل تاني من الصندوق معمول عليه شغل حفر بيقدر الطالب أنه هو يرسمه بسهولة على منظور تلاتين تلاتين بشكل مميز جدا هو دوة الشكل اللي احنا عايزينه طبعا دوة بنقول عليه بدون أرجل أو قريب من الأرض الرجل بتاعته بسيطة جدا طبعا الشغل اللي احنا شايفينه دوة أنا مش هنطالب الطلبة بتاعنا أنه هم يعملوا بأحجام مقاسات معينة ولكن ليك الحرية ولكن حتة أن انت تلون أو تعمل ظل ونور فيه السندوق دوة بيبقى ليه أهمية كبيرة فيه شغل الزخارف تعالوا نخش بعد كده على الأسرة اللي هي السرير بنقول كانت الأسرة مقامة على أرجل بهيئة أجسام الحيوانات طبعا احنا قلنا يا جماعة أن البيئة ومصادر الإلهام هي اللي أثرت على الطراز الفرعوني بشكل كبير جدا طبعا كانت الأسرة مقامة على أرجل بهيئة أجسام الحيوانات مثل الأسود وبعدها ممسك بكرة وبعدها مغطى برقائك من الزهب بعد حفرها تمام؟ ده اللي احنا بنقول عليه شغل القيمة وطبعا ده ما كانش بتعمل لعامة الشعب كان بتعمل للملوك أو الأسرياء في العصر الفرعوني طيب وبعدها مغطى برقائك بعد حفرها وبالعناصر الزخرفية كظهرة اللوتس طبعا زهرة اللوتس ليها شغل كبير جدا في المعابد الفرعونية وفي التوابيت وفي شغل الأساس بشكل كبير جدا والخطوط المتكررة والمسلسات وغيرها أما مساند الرأس فكانت تصنع من الخشب بشكل هلال والكلام دوت موجود عندنا في المتحف المصري القديم بنشوف قد ايه الشكل الهلالي بتاع القرصي بتاع السرير دوت لراحة الرأس وطبعا ده من ابتقار المصري القديم طيب تعال نشوف أشكال الأسرة ده شكل سرير على شكل حيوانات زي ما احنا شايفين طبعا مدعموا لان احنا لو شفنا الأرجل ديت هتبقى ضعيفة جدا مدعموا بشكلات في الأرض اللي هي القاعدة نفسها متجمعها مع بعضها بالنقر واللسان بنشوف أن بداية السرير على شكل الحيوانات بالشكل دوت والارتفاعات بتاعته بتبقى مختلفة وفي طبعا نمازج من الكلام دوت في المتحف المصري القديم تعالوا نبص ده سرير تاني على شكل أسد ده من أشكال الأسرة الموجودة في اطراز الفرعوني طبعا الأشكال اللي قولنا البيئة بتأثر عليهم بشكل كبير جدا طيب المقاعد اللي هي الكراسي مهمة جدا بقى أن احنا نعرف الكراسي دي ده كانت يعني فيها حاجات إحنا لغاية دلوقتي بنستخدمها في الأماكن الديئة اللي عندنا زي القرص المقص ظهرت أنواع متعددة منها ما يمكن طيق المقص اللي هو بيوفر مساحة طبعا ابتقروا وده من إنجازات اطراز الفرعوني ومنها مائل طبعا حتة الميل بتاعت الكرسي دي ده علم الأرجوميكس اللي احنا قدرنا أن احنا نتوصل به في القرد العشرين اللي هو أن احنا نعمل علم يتناسب مع راحة الإنسان طبعا سبقهم وسبق الدول العربية أو مصر ده سبق العالم كله أن نقدر أن المصر القديم يعمل علم الأرجوميكس من خلال أرجو المائلة بعضها يحاكي رجول الأسود والصيران والبقر وغطوا القعدة بالنسيج وما لقوها بالقش والحبال المجدولة أو بسيور متدخلة متضفرة من الجلد طبعا الكلام ده يا جماعة لازم نفهم أن احنا عندنا التنجيد اللي احنا بندرسه للفرقة التانية نجارة الأساس بطريقة الحبال أو القش أو المجدولات أو السيور المتدخلة بنستخدمها حتى الوقت الحالي وأحيانا وضعوا على وسائدها إمعاء للراحة طبعا حتة الراحة دي كانت مهمة جدا أنه يقدر أنه يتناسب مع عامة الشعب سواء ملوك أو الناس العاديين كما ظهرت ظهور الكراسي مئلة للخلف ومدعمة بسؤسات أو أكثر كما استعملت التكيات اللي هي بنقول عليها الفتويات ذات المخادع وكانت المخادع على شكل رأس الأسد من الأمام أو رأس الملك طبعا تبجينا للملك أو لقوة الأسد وتجميل المسطحات اللي هي الأرجل والرؤوس والظهور وتطعيمها بالعاج والأبانوس والزهب والفضة والأحجار الكريمة طبعا كل التطعيمات اللي احنا بنقول عليها من أول الزهب لغاية العاج والأبانوس والزهب دي طبعا لرجال الدين والملوك في الوقت بتاع الطراز المصري القديم وعمة الشعب طبعا كانت ليهم اللي هي ما كانوش حتى بيعملوا حتة شغل القيمة في الكراسي أو كانت الحاجات بتاعتهم بسيطة جدا طيب تعالوا نخش بعد كده على أشكال الكراسي عندنا ده كرسي منجب بظهر بنشوف التنجيد واضح جدا عندنا اللي هو التنجيد اللي احنا بنستخدمه في العصر الحالي ماشي أي حاجة احنا بنتكلم عليها بنربطها عشان أبناءنا الطلبة يعرفوا احنا قد ايه بنستفاد من الطرز القديمة في الوقت الحاضر طبعا ده شكل الشكال مجمع هنا بالنقر واللسان الغير مافد تعالوا نبص على شكل تاني كرسي من الخشب المطعم بالعاج والأبانوس طبعا كرسي بدون ظهر بالشكل اللي احنا شايفينه دوت لو هنبص لكل جزء فيه الكرسي عامله هنا بالأشار الشراية المجدولة عامل هنا شغل خرط وشغل قيمة في منتهى الجمال وقدر يدخل فيه الناحية الجمالية بشكل كبير جمع ما بين الناحية الجمالية وراحة المستخدم تعالوا نبص على الكرسي الذي بنقول عليه الكرسي المص الكرسي دوت بيتقفل ده على شكل ظهرة اللوتس ده بنقول عليه الكرسي المقص المناضد اللي هي التربزات تتخذ أشكالا منها المستديرة أو المستطيلة أو المربعة اللي هي أشكالة تقليدية جدا بعضها يقام على عمود أوسط يتخذ أحيانا عبدا يحمل المنددة تمام؟ طبعا دوت برضو هنرجع للملوك إنهما في عمود بيمسك التربزة من النص أو عبد بيحمل المنددة نفسها بيحط مكان العمود تعالوا نبص على شكل التربزة ده طبعا شكل من الأشكال اللي بتجلنا كتير في الامتحانات وبنطلبها من أبنائنا الطلبة شكل وسيط جدا ما فيهوش أي حاجة خالص شغل الأويمة اللي في النص شغل خطوط مستقيمة الأرجل بتبدأ تعمل مسقط جانبي أو رأسي للقرسي وطبعا مع استخدام الألوان بتبقى الشكل بتاعه تحفة وبتقدر إن انت تقدر تبص على حتة المنددة نفسها لشكل البسيط بتاعها ده شكل تاني للمنددة من الأشكال اللي هي ابتقارها وبسيطة في شغلها ثانيا الحفر الحفر ليه جزء كبير جدا طبعا كل قطعة أساسة جماعة بنعرضها على حضراتكم إن كل قطعة أساسة تلاقي فيها شغل التطعيم والحفر بشكل كبير جدا أول حاجة اللي هو شغل الأويمة في الوقت الحاضر استخدام الأشكال النباتية والزخرفية كظهرة اللوتس ونبات البردي والخطوط المتكررة الزخرفية والهندسية طبعا ظهرة اللوتس كانت ليها نصيب كبير جدا في زخرفة الأساس ويتعامل بشكل كبير جدا زي ما شفناها في شكل الكرسي وبنشوفها في المناطب بشكل كبير جدا وبتبدأ تتعمل على السندي بشكل متكرر كانت ليها نصيب كبير جدا إن هي تظهر على جدران المعابد كمان طيب والخطوط المتكررة الزخرفية الهندسية لتجميل المسطحات والأرجل وأعمدة الأسرة المشكلة على هيئة أجسام وأرجل الحيوانات القوية طبعا الأسرة جماعة احنا شفنا شكل الأشكال بتاعة الحفر وشغل الشغل بتاع الحيوانات زي الأسد في شكل الأسرة طبعا الحاجات دي بنقول عليها تأثير البيئة على الطراز الفرعوني تعالوا نتكلم على التطعيم طبعا استخدمها الأشكال الهندسية والزخرفية لتجميل المسطحات وأرجل ورؤوس وظهور الكراسي كذلك الأسرة والسناديق والتوابط بالعاج والأبانوس والزهب والفضة والأحجار الكريمة طبعا دي كلها احنا بنستخدمها في الوقت الحاضر مع طبعا ان احنا الحاجات دي بتبقى غالية فبدلنا العاج بمخلقات بلاستيكية في الوقت الحادث اللي هي بنقول عليها مواد البوليمر طبعا رابع حاجة جماعة هنتكلم عليها الخرط أو خرط على الخشب وده ليه نصيب كبير جدا في الصناعات الخشبية في اطراز المصري الأديم استخدم الخرط الاستواني المبسط لبعض الأرجل والسواسات وحوامل البخور وغيرها بشكل مبسط من عمود البردي طبعا الخرط ده بنلاقيه في شغل المشربيات وشغل الميموني المايل والميموني العدل ده هستفاد منه اطراز الإسلامي في شغل الخرط أما بالنسبة للطراز الفرعوني استخدمه في شغل الأرجل المناضد وأرجل الكراسي تعالوا نخش بعد كده على سؤال بيجي في الدبلومات الفنية وهي أسكر خمس من مميزات الصناعات الخشبية أو المميزات طبعا يا جماعة اللي احنا اتكلمنا عليها طول فترة الحلقة اللي هي المواضيع كلها اللي خاصة بالأساس وأثر البيئة فيه طبعا بنقول استخدام الأرجل المنحانية والمقوصة في المقاعد والأسرة وكان بعضها على شكل أرجل حيوانات ممسكة بكرة وشوفنا الكلام دوت في الأساس اللي احنا عرضنا على حضراتكم اللي هي شكل الحيوانات وشكل الأرجل طبعا بتاعت المناضد أو الكراسي أو الأسرة طيب تعالى نتكلم على ميزة تانية استخدامة الكراسي التي تنتوي بشكل المقص بنقول الكراسي اللي هي بتتقفل وعرضنا شكل على حضراتكم تعالى نتكلم على حاجة تالتة بنقول ميل ظهور الكراسي وتقوصها لراحة الإنسان وقولنا ان الكلام دوت علم الأرجوميكس الحديث وهو قدر انه هو يوصل لراحة الإنسان طبعا البدايات كانت من الطراز المصري القديم كانت المخادع على شكل رأس الأسد أو رأس الملك من الأمام طبعا تبجيلا للملك أو لقوة الأسد في حتة المخدع نفسه انه هو بيتباهى بقوة الأسد أو تبجيل وتخليد للملك انه هو تعظيم له انه هو يعمل شكل المخدع على هيئة رأس الملك تعالى نبص على ميزة تانية ونقول استخدامة السواسات الرأسية والأفقية والشكلات الميلة طبعا السواسات الأفقية والشكلات الميلة ديت من الشغل اللي احنا بنقدر نستخدمه اللي هو نقر والسام برجبة ميلة أو رجبة عيدلة طبعا الحاجات ديت بنستخدمها في الوقت الحاضر فيه شغل نجارة الأساس بشكل كبير جدا وطبعا شغل الحفرة أو شغل التطعيم في البرويز ما بنجي نشكل برويز أو منضضة هنبدأ نعمل عليها شغل القيمة بنبدأ ناخد فيها الشغل بتاع الطراز المصري القديم طيب ناخد سادس حاجة ارتفاع بعض الأسرة عن الشكل المألوف يعني كانت الارتفاع بتاعها عالي جدا طبعا الشكل اللي احنا يعني معتدين عليه اللي هو على حسب طول الإنسان طبعا الأسرة فيه طراز الفرعوني كانت لها طبع ان هي عالية عن الأرض بشكل مبالغ فيه شوية طيب استخدامة التعاشيق واللحمات لتجميع الأجزاء الخشبية وطبعا اتكلمنا عن الكلام ده باستفادة وقلنا استخدمنا النقر واللسان والقعوب الغنفارية والدسرة فيه اللحمات طبعا دوت كان ليه الفضل فيه طراز الفرعوني ان هي ابتكر حاجة احنا باستخدمها فيه الوقت الحاضر والعالم كله باستخدمها فيه صناعة الأساس طبعا استخدمها الحفرة بالعناصر النباتية والحيوانية والطيور والأدامية والهندسية طبعا الكلام ده كله يا جماعة بنشوفه بشكل كبير جدا فيه المتاحف والصور بتاعة اطراز المصر القديم ان احنا بنشوف قد ايه النبات احتل لشكل كبير جدا زي ظهرة اللوتس ونبات البردي والحيوانات طبعا زي الأسد والطيور زي النصر المجنح وفيه حاجات كتيرة جدا من أشكال الطيور بنلاقيها على جدران المعابد وفيه المتاحف المصر القديم معمولة على الصناعات الخشبية طبعا الشكل الأدامي قلنا زي الملوك والهندسية زي الأشرطة الهندسية المتكررة والموت الشبكة تعال نبص على حاجة تاني قالك استخدام التطعيم بالعاج والأبانوس ورقائك الزهب والأحجار الكريمة استخدام الخرط المبسط المستنبط من عمود البردي طبعا الكلام دوت بنشوفه فيه أرجل كراسي والأسرة بشكل كبير جدا استخدامة الدهانات والتهزيب مما زاد صراء وفقامة الأساس طبعا الدهانات الجهان اللقر وهنتكلم عنه فيه الدهانات المستخدمة فيه الطراز المصري دهان اللقر والجمالكة طبعا استخدمه بشكل كبير جدا قدر يظهر جمال الخشب مع التطعيم مع الخرط باقت شغل متكامل بشكل كبير جدا عناصر الزخرفة ووحدتها أول حاجة العناصر النباتية المستمدة من البيئة المصرية مثل اللوتس ونبات البردي وسعف النخيل والأفحون والعنب والفاكهة طبعا الكلام دوت موجود برضو في عناصر الوحدة بنشوفه بشكل كبير جدا متكرر فيه الرسومات بتاعة الطراز الفرعوني بشكل كبير جدا طيب العناصر الحيوانية والطيور مثل السعبان والحية والسقر والعجل والقط والبط والأوز والأرامب والحصان والسعلب والأسد والغزلان طبعا ديت العناصر الحيوانية اللي قدر انه هو يستخدمها بشكل كبير جدا في عملية الزخرفة في الأساس أو على جدران المعابد ولكن الجزء اللي يخصنا هي حتة الأساس العناصر الهندسية في شكل الشرائط والأربطة طبعا ديت بتميز الطراز الفرعوني بشكل كبير جدا بنشوفها في تحديد براويز الجدران والأساس في شغل القيمة اللي هو شغل الحفر الرموز الدينية مثل قرص الشمس والنسر المجنح والجعوران المقدس والحية والصعبان المقدس ومفتاح الحياة دي طبعا كلها رموز دينية معتقادات خاصة بالطراز المصر الأديم أو الطراز الفرعوني طبعا الكلام ده هي اعتقادات كانوا بيمجدوها وبيستخدموها في عملية الزخرفة والوحدات بتاعتها تعالى نخش على الخامات والمواد المستخدمة في الطراز المصري أو الطراز الفرعوني تعالى نبص على الأخشاب بقى كان عندي أخشاب مستوردة وده سؤال بيجي في الدبلوم يا جماعة يقول لك أذكر أنواع الأخشاب المستخدمة في الطراز المصري القديم أول حاجة الأخشاب المصوردة مثل الأرز من لبنان والأبانوس من السودان أما الأخشاب المحلية مثل الجميز والصنط والنبأ والسرور طبعا الجميز اللي طبعا معروف أنه هو تصنع منه تمثال شيخ البلد ودوت مشهور جدا وموجود إلى الوقت الحالي ويعتبر رمز من رموز الطراز المصري القديم طيب توصلوا لإعداد وتجهيز تكسية المسطحات بالقشرة الخشبية طبعا حاجة رائعة جدا نحن لغاية الوقت الحالي بنستخدم تقنية عالية عشان نطلع للقشرة الخشبية طبعا المصري القديم هو قدر أنه يطلع من الأخشاب الغالية أنه يقدر يطلع منها قشرة يكسي بها الأخشاب الأقل قيمة بطريقة ممهدة فيما بعد لصناعة الألواح ذات الطبقات كما استخدمها الغراء في لصق الأخشاب طبعا دي كون لها حاجات بأننا نقدر نقول أننا نربط الحاضر بالماضي من خلال الطراز المصري القديم تعالوا نبص على الخامات المستخدمة في التطعيم طبعا العاج والأبانوس ورقائك الزهب والفضة والأحجار الكريمة الخامات الثاني عاج وابانوس ورقائك الزهب والفضة والأحجار الكريمة وده تقدر تحطها برضو من ضمن المميزات للطراز المصري القديم طيب تعالوا نشوف الألوان المستعملة طبعا استخدمها الأحمر والأصفر والزهبي والأسود والأبيض والنبيتي والأزرق والفيروزي والسماوي والأغدر النحاسي وقد استخدمها الأزرق السماوي لتلوين أسقف المقابر بتلاقيها بشكل كبير ورائع جدا وبنقدر ان احنا نشوف قد إيه الألوان زهية في المقابر وفي المتاحب بشكل كبير جدا أسقف المقابر مع تزينها بنجوم بيضاء أو زهبية طبعا كده احنا خلصنا الطراز المصري القديم وهنبدأ مع طبعا طراز المصري القديم احنا قلنا ان اهم حاجة ان انت تقدر ان انت تخش فيها هي حتة ان انت تعرف الأساس بتاعهم بيتكون من ايه ايه اللي ميزه المميزات طبعا احنا عندنا 12 ميزة تأخذ منهم 5 ممتازين جدا لشغلك طبعا درنا ان احنا نشوف الاستنبطات بتاعته قد إيه البيئة المحيطة قد إيه احنا في الوقت الحاضر بنستخدم الحاجات اللي استخدمها الطراز المصري القديم فيه شغلنا زي اللحمات والتطعيم والحفر وازاي قدر ان هو يجمي القطع الأساس بتاعته قدر ان هو يستخدم كل الخامات الموجودة فيه البيئة قدر ان هو يستخدم أخشاب مستوردة وأخشاب محلية طيب احنا نخش دلوقتي على الطراز الإسلامي وهو مكمل للطراز الفرعوني بنقدر نكمل بيه شغلنا اللي هو في الوقت الحاضر ونقدر نقول ان الطراز الإسلامي القديم قدر ان يضيف بشكل كبير جدا عندنا ويجمل قطع الأساس ولكن هنغضو على شكل أسئلة بتيجي في الامتحانات طبعا الطراز الإسلامي أو الطراز الإسلامي الأسئلة اللي بتيجي فيه وبنقدر ان احنا نشرحولك عشان وقت الحلقة بنقدر نشرحولك عن طريق سين وجيم تقدر تطبقه على الطراز المصر القديم من خلال نوعية الأسئلة سواء أسئلة مقالية أو أسئلة رسم هناخد دلوقتي الطراز المصر الإسلامي ونعرف الأسئلة بتيجي فيه إزاي أول حاجة بص على السؤال دوت بقولك أذكر خمس من المميزات العامة للطراز الإسلامي بص شيل كلمة الطراز الإسلامي أذكر خمسة من المميزات العامة للطراز الفرعوني أو الطراز المصر القديم يبقى هي هي على نفس النمط خلاص؟ طيب امتازة عن الطراز الفرعوني بالطابع المنفرد في الزخارف الإسلامية يعني نتميز كده إحنا بنربط الالطرازين ببعض إنه هو امتاز عن الطراز اللي قابله بإيه؟ بالزخارف المنفردة الإسلامية وده بنلاقيه في الأشريطة الموجودة أو المتشابكة كانت زخارفه منقولة من الطابعة مع التحويل الذي ارتقى به فوق مرتبة التقليد إنه هو التقليد نفسه إنه ينسخ قدر إنه يجمل أو يضيف فيه لمسة جمالية ويقدر إنه يرتقي فيه المرتبة اللي بعد كده طيب تعال نشوف ميزة كمان امتازة بزخرفة الأجزاء الخشبية في المباني مثل الأسقف والأعمدة والمنابر والعقود والأبواب طبعاً الكلام ده كله موجود فيه المساجد بتاعتنا القديمة بنشوف قد إيه المنابر والعقود اللي إحنا بننبهر بها وبنرسمها وعمل لها باب كامل في الفرقة التانية قسم انجارة الأساس قدرنا إن إحنا ناخد شكل من أشكال العقود ونوظفها في قطع الأساس وهو موظفه فيه المباني وموظفه فيه قطع الأساس وقبوات المساجد والمنابر زخرفة الأطباق النجمية والعناصر النباتية والقائنات الحية والسور الأدمية طبعاً الكلام ده كله الأطباق النجمية بتشوفها في أسقف المساجد بشكل كبير جداً وأشكالها رائعة وفيه قسم بيدرس الكلام ده وتلوه قسم التطعيم بيقدر يدي الطالب كيفية الرسم بدقة وتلوينه لإطراز الإسلامي وعندنا آلاف التصميمات لإطراز الإسلامي في التخصص تعالوا نخش على استخدام الحشوات الهندسية المجمعة بالتركيب الصناعية الدقيقة طبعاً الكلام ده موجود في المشربيات اللي هي شغل الحشوات اللي هي شغل بنقول عليه شغل المشربيات بنلاقيها في الميمون العدل والميمون المائل وبنلاقي التركيب الصناعية زي النقر واللسان موجود بدقة عالية متناهية في الجمال والروعة استخدام التطعيم بالعاج والعزم والصدف والأبانوس والأخشاب الطبيعية الملونة طبعاً ديت بتميز الطراز الإسلامي بشكل كبير جداً استخدام الحفرة البارز والغاطس في تشكيل الأسطح طبعاً اللي هو شغل القيمة أو شغل الحفرة على الخشب المفروقة والمعقلية والمقرنصات من أشهر التشكيلات الخشبية في الفن الإسلامي طبعاً المفروقة أنت مطلوب برسمها وهنعرف فيه سؤال هيجي على المفروقة والمعقلية هتعرف إزاي قد إيه المفروقة أو المعقلية أو الميمون المائل أو الميمون العدل قد إيه هم أشكال أنت بتشوفها كل يوم فيه المساجد بس ما تعرفش تاريخها أو مصدر الرسمة دي جات منين طبعاً جاية من الطراز أو الفن الإسلامي استخدم زهرة القرنفل والتوليب وأشجار السرور والنخيل وفواكه الرمان والعنب في الزخرفة طبعاً الكلام ده كله قدر إنه هو الطراز الإسلامي يعمل منه تشكيلات جميلة جداً على قطع الأساس بتاعته ظهرت العقود مختلفة الأقواص فوق الفتحات والخوارنات طبعاً الفتحات ديت والخوارنات ديت مش موجودة بس في المباني لأ ده موجودة في قطع الأساس بشكل كبير جداً أي فتحة أو أي خوارنة في قطعة الأساس بنقدر نعمله شكل الأقواص المتقطعة سواء مدبب أو محدب الأشكال كلها ليها باب كامل إحنا بندرسه في الفرقة التانية طبعاً إحنا وغدين شغل العقود دوت من الطراز الإسلامي تاكسية الأبواب الخارجية بالنحاس المفرغ طبعاً ديت اللي إحنا بنقدر نستخدم لها شغل الزونجوراف أو شغل الأركت بشكل كبير جداً في الوقت الحاضر وبتبقى شغل في منتهى الجمال اللي هو موجود شغل في خاني الخليلي اللي بنقدر نعمل محاكاة للطراز الإسلامي بص بقى السؤال الرسم الجميل دوت بيقولك وضح نموذجين للخارط الإسلامي إحدى هما ميموني عدل والآخر ميموني عدل ميل خلاص يبقى بص ده سؤال من الأسئلة اللي بتيجي وجه السؤال دوت في عشرين عشرين اللي امتحان بتاع السنة اللي فاتت تعالى نبص على الميموني العدل قهوات شغل الخارط وشغل طبعاً في منتهى الجمال موجود عندنا في المشربيات موجود في الجوامع موجود في الشبابيك بنقدر ان احنا نعمل به بعض أجزاء الحشوات في المنابر طبعاً الكلام دوت ليه طرق رسم في المراجعة بنبدأ ان احنا ننفذ الكلام ده قدام أبنائنا الطلبة بشكل كبير جداً وبنقدر نعلمهم قد ايه ان الكلام دوت نقدر نرسيبه بكل سهولة أذكر التركيب الصناعية والأخشاب التي شاع استعملها في الطراز الإسلامي استخدمت التعاشيق واللحقمات والتركيب الصناعية الدقيقة لتجميع قطع الأخشاب مثل النقر واللسان والغنفاري والكوائل والدسر والخدوش طبعاً يا جماعة احنا قد ايه احنا مبسوطين جداً ان احنا قد ايه الطراز الإسلامي وقد ايه الطراز الفرعوني قدروا ان هم يوصلون لنا حاجات بنستخدمها دلوقتي وبيستخدموها بدقة عالية احنا بنستخدمها مع العصر الحديث بمايكينات ومعدات نقدر ان احنا نعمل فيها انتاج كم يقال اللي هو الماسكنبروكش تعالي نخش على أذكر ما تعرفه عن صناعات الخشبية في الفن الإسلامي أول حاجة بنقول بدأ الأساس من المساجد لإقامة شعائر الصلاة اللي هي المنابر كرسي ترطيل القرآن كرسي المصحف القابل للطي اللي هو المعص سندي جمع النزور اللي هي بنقول عليها التبرعات طبعا الكلام دو موجود في الصناعات الخشبية قدر ان هو الأساس يخش فيه كل حاجة في الحياة الدينية اللي هي المنابر أو الكراسي ترطيل القرآن أو الكرسي المصحف اللي هو الصغير اللي انت بتشوفه في المساجد الكبيرة والسندي اللي هي بتاعة التبرعات الكراسي والأرائق تعتمد على الخطوط المستقيمة غالبا غالب لها مخادع أو بدون طبعا المخدع أو بدون دي ده على حسب التصميم وعلى حسب الاستعمال والقوائن تنتهي بخرطة أو تطعيم أو ظهر وتجميع بحشوات من الخرط الدقيق طبعا الخرط الدقيق دو دي مشوار كبير جدا معنا في اطراز الإسلامي الحواجز الخشبية للمقصورات بالمساجد طبعا الحاجز الخشب اللي بتحط قدام المصلي الحواجز الخشبية أو الساتر اللي هو ما بين الخروج من المسجد أو الدخول أو أماكن بتاعة المتعلقات بتاعة المصليين طبعا بنستخدم لها حواجز خشبية صغيرة في شكل هلال أو مشربيات أو البرفانات بنقول عليها اللي هي متعددة الضلف بتبقى شكلها جميلة طبعا معمولة بشغل الخرط بشكل رائع بالمساجد تجميل المشربيات المنفذة من الأخشاب المترقمة الألياف بأشكال مكعبة أو مضلعة أو قروية ومتصلة مع بعضها بكوائل خشبية طبعا دية كويلة دية عبارة عن قطع الخشبة ملفوفة بتستخدم حجمها على حسب القطر بتاعة بتستخدم على حسب الاستخدام بتاع سواء في قطع أساس تجميع قطع أساس أو مشربيات بتبقى طبعا أداة وصل بنستخدمها في الوقت الحاضر المناطد المضلعة اللي هي المسمنة أو المسمنة وغيرها وعدد من الأرجل يتناسب مع مساحة وشكل القرصة اللي هي الأرجل المخروطية ومطعامة شعة استخدام الصلب والصناديق والخزائن لحفظ الملابس والمجوهرات والعطور والطحف السمينة طبعا دوت من المميزات بتاعة أو الحاجات اللي هي الأساس الخشبة في الصناعات الخشبية في الطراز الإسلام قصرة استعمال الحشوات المفروقة والمعقلية في مسطحات الضلف والمنابر والأبواب بتوزيع يتناسب مع المسطح طبعا احنا عارفين أنها المعقلية بتقدر أن انت نسبة وتناسب بحيث أن هي تبقى فيها عملية اتزام كبير جدا تريح العين استخدامة التعاشيق واللحمات والتركيب الصناعية الدقيقة لتجميع قطع الأساس مثل النقر واللسان والغنفار والكوائل والدسر والخدوش طبعا اتكلمنا عن الكلام دوت قبل كده تعال بقى استخدامة العرائس وخبالك في الأجزاء العليا لقطع الأساس بأشكال مفررة طبعا الكلام دوت موجود لازم أبدأنا الطلبة يعمله زيارة للمساجد الأديمة بنلاقي فيها الأشكال اللي احنا بنتكلمها بشكل نظري بشكل كبير جدا وبتبقى تحفة 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 في أشكالها والتكوين وقدرنا ان احنا ازاي نعمل على شغل القيمة موجودة في المساجد الأديمة وعملها بأشكال مفررة وطبعا في منها البارز استخدامة الحلايا في الإطارات وفي تجميع الحشوات والقوائم والأرجل والرؤوس خاصة حلايا التنهيد والمفحار والبسطوم والشطف والإفريز والموجة العدلة والمقلوبة والخشخان طبعا يا جماعة دي يقول لها حلايا بنستخدمها وبندرسها بشكل كبير جدا قدر ان هو بالأدوات بتاعته البسيطة ان هو يطلع علينا في ميكينات دلوقتي بتطلع الشغل دوت ولكن الأساس في التصميم ان انا ازاي اعمل حاجة اسمها تنهيد ومفحار وبسطوم وشطف ويفريز وخشخان وموجة عدلة وموجة مقلوبة ده طبعا الفكرة نفسها كانت رائعة ان انا استخدم في الإطارات وطبعا احنا بنستخدمها في الدوليب وقطع الأساس بشكل كبير جدا اللي هي موضوع الحلايا استخدم حليقات المقرنصات لتجميل تجان العمدة والقوائم الخشبية طيب سؤال جميل جدا فيقولك ما هي قيمة التطعيم والمعادن التي شاع استخدمها في الفن الإسلام استخدمها العاج والعظم والصدف والأخشاب الطبيعية مختلفة الألوان المعادن طبعا استخدمها الزهب والفضة والنحاس والقزير سؤال مهم جدا بيقولك ارسم المفروقة العدلة والميلة المفروقة ده طبعا من الحاجات المهمة جدا وبتيجي أسئلتها في الامتحانات تعال بص ده المفروقة العدلة طبعا بنقول عليها لو احنا عايزين أبناءنا الطلبة يرسموها هنخصص حلقة مخصوصة لرسم الأجزاء بتاعة الزخارف لو هنبص لدية للمفروقة بتبقى تلتين وتلتين يعني خد أي مقاس عندك لو أبناءنا الطلبة عايزين يتدربوا عليها خد أي مقاس عندك يتقسم على تلاتة زي التسعة أو الاثناشر أو الخمساشر أو التمنتاشر أو الواحد وعشرين يعني مثلا لو هناخد المقاس الاثناشر فهنقول إن دية أربعة ودية تمانية ودية أربعة ماشي وبتبدأ إن أنت تقسم كل الأضلع بتاعتك وبتبدأ تقابل هنا الأجزاء بتاعة القطوط بتاعتك مع الاتجاهات مع التلتين وبتبدأ تعمل مع الزوايا دية شغل الخمسة واربعين في الإطار والشغل الداخلي مع التلوين مع شغل طبعا النجمة الإسلامية اللي في النص دية المسدسة أو متمنة مش هتفرق معي أهم حاجة شكل المفروقة نفسها العدلة بتعمل بالشكل اللي هو قدامك دو طبعا مع تلوينك بالألوان اللي هي البنيات والأصفر والكلام ده كله بتبدأ بالظل والنور طبعا بتدي شغل طحفة معنا والتلوين بالقلم من الرصاص بدرجاته في شغل الظل والنور بيدي إحاء للرسمة بالجمال لأن الكلام دو مطلوب من أبنائنا الطالبة تعالوا نشوف المفروقة الميلة نفس الكلام ولكن بنبدأ إن إحنا نعمل لها تزاوية بتاعتها الاتجاهات بتاعتها مختلفة طبعا إحنا هنستخدم فيها التلت والتلتين برضو وهنخصص حلقة إن إحنا إزاي نعمل سواء الميمون العدل أو الميل أو المفروقة العدلة أو الميلة في شرح مخصوص لها بالتنفيذ الفعلي ما هي المؤثرات التي تأثر بها الطراز الإسلامي؟ في مؤثرات طبعا يا جماعة وده بتبقى بداية أي طراز عندنا إن إحنا نعرف مؤثرات تأثر بها أي طراز عندنا أول حاجة تأثر بها الطراز الإسلامي الفن القبطي التأثر الإسلامي بالفن القبطي والصناع المهرة الذين ساهموا بقصد وافر في تنفيذ الكثير من صناعة الفنون الإسلامية في بادئ الأمر تمام؟ يبقى تأثر أول حاجة تأثر بها الفن القبطي واستخدم المسلمون للمباني التي خلفها الرومان والبيزنطنيين وغيرهم إلى أن تم تشهيد المساجد والمباني الإسلامية طبعا الرومان والبيزنطنيين لما عملوا حضارة ورسومات بتاعتهم قدرنا إن إحنا ناخد المباني والشغل اللي هم عاملينه ونبدأ إن إحنا نطور فيه وناخد جزء من الحضارة ديت ونبدأ نشايد بها المساجد والمباني الإسلامية مع الإبداع مع الإضافة لدفها الطراز الإسلامي طبعا الحروب والغزوات والفتوحات التي قام بها المسلمون للشام وبابل وإيران والكسطنطنية وكان لها أثر كبير للطراع على سروات وكنوز هذه الحضارات ونقلها وتبادل الخبرات معهم طبعا الحروب والغزوات قدرنا إن إحنا طبعا بتروح مكان بتقدر تشوف فيه حاجة أنت ما شفتهاش في بلدك بتقدر إن أنت تنقل خبرة سواء بالتبادل الخبرات ما بينك وما بين المكان اللي أنت روحته وبتقدر إن أنت تنقل لهم حضارتك وبتبدأ إن أنت تاخد من حضارتك متطور فيها طبعا كما أن الحروب الصليبية أثر كبير لنقل الحضارة الإسلامية للغرب ودول أوروبا وإيطاليا والكلام دوت هنعرفه من خلال عصر النهضة الأوروبية في دروس اللحقة إن شاء الله تأثرت الفنون الإسلامية بالفن السيني والفارسي الذي يعتمد على التماسل في الزخرفة ورسم الأشكال والطيور المتقبلة طبعا التماسل موجود ودوت حاجة من الحاجات اللي إحنا بدنا نقدر ندرسها في الزخرف وبتميز الزخرف إن هي بتدي راحة للعين بشكل كبير جدا أذكر العناصر الزخرفية الخشبية في أطراز الإسلامي طبعا الحلاية والقرانيش والحشوات الهندسية المجمعة من الأخشاب زي المفروقة والمعقلية والعقود والمقرنصات والعرائس أذكر الطرق الزخرفية للمصنوعات الخشبية في أطراز الإسلام طرق الزخرفية طبعا أن أقول أول حاجة طريقة التصبيع والتصبيغ وطريقة الحز وطريقة الحفر وطريقة التطعيم طريقة التجميع والتعشيق طريقة التخريم والتفريغ ارسم ثلاثة من أمثلة من الأرجل قطع الأساس الإسلامي عندي الأرجل طبعا فيها شغل الخرط باين جدا نقدر أن احنا نرسمها بكل سهولة مع استخدام سطنب الدوائر ومسطرة طبعا الأحجام بتاعتها مش مشكلة على حسب الورقة سواء ورقة A3 أو ورقة A4 تقدر أن أنت ترسمها مع شغل الظل النور وتجزيع الخشب بتطلع معاك رائعة وإحنا هنتظر في حلقات جاية إن شاء الله على الكلام اللي احنا قدامنا دو آخر حاجة هنختم بيها ونقول ارسم نوعان من الخرط للقماقم من الطراز الإسلامي ده نوع من الأمم اللي انت بتلاقي فيه النهاية بتاعة المنبر الإسلامي بتشافها بشكل كبير جدا أو نهاية الأبواب والشبابيك بص شكل الأم أم دوت برضو شكل مختلف بتقدر أن انت تبدع فيه من خلال الظل والنور بص دوت الكلام دوت يا جماعة لازم أبناءنا الطلبة يشروحوا المتاحف ويشوفوا الكلام دوت على الطبيعة بتفرق معاهم بشكل كبير جدا تمام طيب آخر حاجة معلش هناخدها بتاعة الميمون المسدس والميمون العادة عشان ديت من الحاجات المهمة طبعا لنبص على الميمون العادة طبعا الكلام دوت محتاج من أبناء الطلبة أنه يدرب نفسه على الرسم بشكل كبير جدا تعالى الميمون المسدس طبعا شكل المسدس أنت تعرفت عليه من خلال الفرقة الأولى أن أنت تعرف ترسل المسدس وتبدأ تعمل فيه تشكيلات من خلال مدرس التخصص وبيقدر أن أنت تعمل الشكل الداخلي وبتقدر تدخل فيه شغل الإشرة أو تجزيع الأخشاب بشكل كبير جدا طبعا إحنا النهاردة جماعة خدنا درسين مهمين جدا خدنا واحد شرح وهو الطراز المصري القديم اللي هو الطراز الفرعوني وخدنا الطراز الإسلامي بشكل سين وجيم بتقدر أبناءنا الطلبة يطبقوا الكلام اللي احنا شفناه من خلال شرح الطراز الإسلامي الأسئلة والأجوبة بتاعت الطراز الإسلامي على الطراز الفرعون نفس الأسئلة بس الشيء الكلمة الإسلامي وحط الفرعوني وبتقدر أن أنت اعتمدنا على أن احنا ندي لك شرح وسين وجيم لطراز تاني بحيث ان احنا نقدر نستفاد من خلال الاسئلة ونوعية الاسئلة سواء اسئلة مقالية او اسئلة رسم ازاي بتقدر تطبق كل الكلام عن طريق السينوجين ابناءنا الطلبة ساعات بيبقى فيه طالب مذاكر كويس جدا بس مش عارف شكل السؤال بيجي ازاي وبيقدر ان هو يعمله الاخراج بتاعه من خلال مدرس التخصص طبعا الشرح حاجة وان انت تبقى عارف طريقة السؤال بيجي ازاي دي حاجة تانية خالص طبعا احنا ان شاء الله باذنك يا رب في الحلقات اللي جاي هنتكلم على عصر النهضة وهنتكلم على الطرز الانجليزية بجميع انواعها وطرز الفرنسية طبعا نتمنى من ابناءنا الطلبة ان هم يبدأوا يطبقوا الكلام اللي احنا خدناه في حلقة النهاردة سواء اسلامي او فرعوني ويبدأوا اتضربوا الطراز جميل جدا تقدر ان انت تستفاد به حتى بعيد عن الدراسة ان انت تبقى عندك حس فني وترتقي بالتخصص بتاعك كنتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته